في الدكرى الحادية عشر للانقسام الفلسطيني والتي تأتي بالتزامن مع إجراءات السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة مبادرة جديدة من الأسرة في سجون الاحتلال والمحررين منه للمطالبة بإنهاء الانقسام وتلك الإجراءات إلا أنه قوبل بالإفشال من عناصر أختلف لمن ينتمون هذه الفعالية جاءت لتحقيق أمرين الأول إعادة الرواتب وإنهاء الانقسام وهذان هدفان أساسيان مهمان للشعب الفلسطيني من قام بإعاقة هذه الفعالية بلا شك هو لا يريد تحقيق أهدافها وأهدافها نبيلة تعلق بمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني وتوجيه البوصلة وعادت وحدته من أجل استمرار المقاومة حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني هذا كلام المصير هو كلام خارج عن تقفية إلا أن بعض المشاركين من الأسر المحررين وجهوا أصابع الاتهام في الإفشال لحركة حماس تفاجأنا أنه في خلال المهرجان قام حجد من عناصر حركة حماس من أفراد من الجوامع يديرهم بعض الأشخاص المتنفدين بلبس حطة حركة فتح ورفع شعرات تطالب إسقاط الرئيس محمود عباس أبو مازن وتهتف ضد إسقاط الرئيس محمود عباس أبو مازن فيما رأى آخرون أن هذا الإفشال لا يصب في مصلحة الوطني والقضية الفلسطينية أعتقد أنه بغض النظر من يكف وراء هذا الحراك عندما ترفع شعارا مجمع عليه وطنيا بإلغاء العقوبات ويأتي أي من الأطراف ليحمل شعارات تتعاكس مع ما هو متوافق عليه يتحمل مسؤولية هذا الفشل وهذه الصورة المؤلمة التي شاهدناها اليوم والتي لا ترتقي إلى مستوى التضحيات التي قدمها شعبنا الفلسطيني منذ بداية الانقسام وأهالي القطاع يعانون من أزمات عدة تتراكم مع استمرار إجراءات السلطة منذ عام وأكثر في ساحة السراية هذه كان بداية حراك للمطالبة بإنهاء إجراءات السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة ومطالبة ثانية بإنهاء الانقسام الفلسطيني ولكنه أفشل وهو في مهده لتبقى علامات الاستفهام حول لماذا تم إفشال هذا الحراك ومن يمكن أن يكون في مصلحته ذلك محمد بنموس الغد غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر